اشتركوا في القناة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وجرى توقيع البيان في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك حيث وقع البيان عن حكومة مملكة البحرين السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك فيما وقع عن حكومة دولة ساموال المستقلة السفير فاتو مانافا لوتيرو المندوب الدائم لدولة ساموال لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكرا